يسأل يقول ما الفرق بين المزاد العلني والنجش النجش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم و حقيقته تدور على الزيادة في السلعة في ثمن السلعة دون إرادة شرائها يعني هذه سلعة موضوعة بيننا أستاذ عبد العزيز وأقول أنا خمس وتقول أنت عشر وأقول إحداش وأنا لا أريد الشراء هذا يكون نجش هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرفع السعر هنا في هذه الحالة لا لقصد الشراء أما إذا كنت راغبا في الشراء وقاصدا السلعة فهنا لا بأس بالمزايدة وهو ما يعرف في كلام الفقهاء بيع المزايدة وهو في كلام جمع من العلماء أطيب وأطهر كسبة بالنسبة للبائع من تحديد السعر لأنه يعلم أن هذا بيعا بالثمن الذي يترضى به الناس كما قال الإمام أحمد رحمه الله والمزاد العلني هو البيع المزايدة الذي يدخل فيه الراغبون في البيع إذا دخل في المزاد العلني من لا يريد الشراء إنما يريد رفع السعر إما إضرارا بالمشتري أو نفع نفع للبائع فإنه آثم لا فرق في هذا بين أن يقصد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري كلاهما يدخل في النجلة الذي لها عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت صحيح من حضي الله أحسنت صلى الله عليه وسلم